تعتقد السوداني من خلال حركته على الأرض أو من خلال قراراته أو تخطيطه بدأ يقدم الاقتصاد على السياسة أن الاقتصاد هو المحرك الفاعل الذي يحرك السياسة في خطوة غير مسبوقة ممكن نفهمهي أنت تعرف كل الزياني على المستوى الشخصي داعم للسيد السوداني يعني داعمه شخصيا كرئيس وزراء ومؤمن به أنه قادر يسوي شيء إذا قدر يضبط أدواته الإدارية والتنفيذية أما أن يقدم التنمية والاقتصاد على السياسة نعم هو شخصيته هاي هو أصلا من زمان شخصية لا تميل إلى اللعب السياسي لذلك إذا تلاحظ هذا الهدوء السياسي تدري شنو سببه؟ أن السوداني نفسه ما يلعب سياسة يعني هو مو شخصية يحب يخلق محاور ولوبيات وأضرب هذا وجيب هذا وقرب هذا وابعد هذا مو شخصيته أكو رؤساء وزراء كانت هاي شخصيتهم عايفين العراق وعايفين الدنيا وملتهين جيب هذا أضرب هذا أتحالف اليوم ماي هذا باشر أقلب على هذا السوداني مو هاي شخصيته السوداني يعرف كل الزيان التنمية أهم شيء السوداني يعرف كل الزيان الاقتصاد أهم شيء السودان يعرف كل الزين أنه عليه أن يقدم منجز السودان يعرف كل الزين أنه عليه أن ينجز ملف لأنه ما يريد يفشل ما يريد يفشل كرئيس وزراء أنا هذا السودان اللي يعرفه فلذلك تقول لي هل هو يقدم التنمية؟ نعم يقدم التنمية ويقدم الاقتصاد هل يقدر؟ احنا منتظرين دنباه وعلى نشوف هل يقدر؟ هل عنده الفريق؟ هل جاء يخلق فريق حقيقي؟ هل عنده فريق ومراته ويريد؟ وصادق في إرادته بس أدواته رعيفة ما يقدر زين